لكن حدة شكوى نادي الزمالك من تلاحم المواسم الأهل أدهش لأنه الأهل أنت بتتكلم على فريق لعب تلاتة فينال في دورة أبطالة أفريقيا وورا بعض فيكون الشكوى الكبيرة للأهل من هذا تلاحم بس صارت نغمة لما رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال ليه ما يتمش إلغاء الدوري وليه ما نكتفيش بالدوري لغاية كده ونريح اللعيبة وناخد أجازة والناس ترجع تبدأ من أول أغسطس ويبقى ده بداية الإصلاح الحقيقة يعني مسألة دي نحن نلغي دلوقتي مستحيلة اسمعها أستاذ أبراهيم اتفضل دائما الأمر مرتبط بمصالح صاحب الدعوة يعني عندما كان الأهل متصدرا كانت الإلغاء أي واخد بالك أي وبعدين يقال أن الإلغاء وأهداء البطولة للنادي الآلي ما كانش عندنا منع ده غير حقيقي إنما فكرة الإلغاء دلوقتي لأن النادي الآلي عنده مؤجلات لو استكملها حيقدر يتفوق طيب دي نظرة ضيقة من صاحب الشأن اللي بيرفض لا أنت عليك التزامات ولك مكانة دولية تحاول أن تحافظ عليها أي وكل نادي على فكرة بأن ما فيه زمالك من حق ويدور على الحلول اللي تنازمه لكن تكريس الرأي العام وجرجارة الأندية وخصوصاً بتبقى الأندية اللي هي مش منتبهة للوضع ده شوية فتبت هتلاحظ من هنا لنهاية الموسم تصاعد 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 في المشاكل وكل مباراة يعني يعني محدش اشتاكة لما تظلم ظلم باين أمام الزمالك وتحكمية أي لكن في كل مطش النادي الآلي تجد تحريك المنافس تحريك الله ترجمة نانسي قنقر